اتصالا بسلسلة اللقاءات التي يجريها وزير الخارجية سامح شكري على هامش مشاركته في أعمال الدولة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عقد شكري اجتماعا بناظره البولندي اللقاء بحث تطورات الأزمة الأوكرانية والتأثيرات الناتجة عن التضفقات البشرية على الحدود البولندية كما تطرقت المباحثات لعدد من المضوعات على رأسها قضية سد النهضة وقضية الهجرة غير الشرعية فضلا عن بحث قضايا المنطقة ومن بينها القضية الفلسطينية وليبيا وسوريا والسودان وأكد شكري على استمرار القاهرة في تعزيز التعاون مع وارسو مشيرا إلى أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية لتعزيز التعاون الثنائية